انحرف قطار يحمل مادة النفط الأسود عن مساره في منطقة النباع شمالي العاصمة بغداد ما أدى إلى انقلابه من دون حدوث أي إصابات بشرية الشركة العامة للسكك الحديد قالت إن انقلاب القطار حدث نتيجة خروج الأحواض عن مسار خط السكة وضيفة أن فريقا فنيا مختصا يقوم الآن بإعادة هذه الأحواض فيما بيّنت أن الأضرار المادية ستعلن بعد الانتهاء من العمل في موقع الحادث